اشتركوا في القناة لانه انطلاقا من هذا الفيديو ستكتشفون نوع الامتحان الخاص به وكذلك طريقة الاجابة على الاسئلة في الامتحان الفيديو مهم ايضا لكل تلاميذ الثانية باكالوريا في المغرب لانه انطلاقا من هذا الفيديو ستتعرف على طريقة الاجابة على اسئلة امتحانة القسم وكذلك امتحانات الباكالوريا لان امتحاناتي تكون تقريبا مثل امتحانات الباكالوريا لكن يجب أن أشير إلى أن التمارين التي اعتمدت عليها في هذا الفيديو فهي خاصة بمحتوى المجزوء الأولى Gifts of Youth والمجزوء الثاني هومر من الكتاب المدرسي لسنة الثانية باكالوريا سوف أركز على تمارين خاصة بالمعجم Vocabulary وكذلك تمارين خاصة بقواعد اللغة Grammar ثم تمارين خاصة بوظائف اللغة Language Functions ثم سوف أشرح لكم طريقة الإجابة على بعض أسئلة النص لأن النصوص من طبيعة الحال تختلف والإجابات ستختلف من طبيعة الحال ولكن هناك بعض الأسئلة التي تطرح في جميع الامتحانات يعني تبقى أسئلة تابتة حتى في امتحانات الباكالوريا فهي تتكرر دائما وهناك بعض الاستراتيجيات لكي تجيب على مثل هذه الأسئلة وفي الأخير سوف أمر إلى الإنشاء باللغة الإنجليزية سوف أقترح عليكم بعض المواضيع يعني لكي تكتبوا فقارات حولها كطريقة لمراجعة ما درسناه داخل القسم إذن لنبدأ الدرس أولا سنبدأ بمعجم مواهب الشباب أو Gifts of Youth Vocabulary في هذه المجزوعة أو مجزوعة Gifts of Youth مواهب الشباب فأنت مطالب بمعرفة كثير من الأسماء التي تسمى خاصيات الشباب مثلا Imagination الخيال Adventure المغامرة Passion الشغف Ambition الطموح Vigor القوة Creativity الإبداع Vitality الحيوية Audacity الجرأة الإبتكار Enthusiasm الحماس Talent موهبة Gift موهبة كذلك Optimism التفاؤل Competence الكفاءة Independence الاستقلال وFlexibility المرونة كل هذه الكلمات فهي تسمى خاصيات الشباب أو صفات الشباب وهي على شكل أسماء نقوم بتحويلها إلى Adjectives يعني يجب أن تعرف هذه الأسماء وكذلك يعني Adjective أو النعت مثلا Imagination Imaginative خيالي Adventurous مغامر Passionate شغوف Ambitious طموح Vigorous قوي Creative مبدع Vital حيوي Audacious جري Innovative مبتكر Enthusiastic حماسي Talented موهوب Gifted موهوب Optimistic متفائل Competent كفء Independent مستقل وFlexible تاني مارين لماذا يجب عليك أن تعرف الأسماء والنعود كذلك Adjective هو نعت أو صفة لأن امتحانات يعني تمارين الامتحانات الخاصة بهذا الموينجان فهي تأتي على هذا الشكل مادرة الأستاذ يطلب منك أن تحول هذه الكلمة التي توجد بين قوسين إما لإسم أو لنعت مثلا إن أعطاك هنا إسم فالمطلوب منك هو أن تحوله إلى نعت وإن أعطاك هنا نعت المطلوب منك هو أن تحوله إلى إسم مثلا Mountain Climbers Climber يعني متسلق و Mountain يعني الجبال يعني متسلق الجبال Are very هنا لدينا كلمة adventure يعني متسلق الجبال هم مغامرون جدا لا يمكن أن نقول هم مغامرة يعني نحتاج هنا إلى صفة أو نعت أو adjective سنقول adventures وإن عدت إلى هذه اللائحة ستجد كلمة مغامرة هنا المغامرة ونعتها أو صفة أو adjective هي adventures كما تلاحظ قمنا بتحويل أم عبرة قمنا بتحويل هذه الكلمة من إسم إلى نعت نفس الشيء بالنسبة للتمارين الأخرى أو الأمثلة الأخرى Ronaldo is one of the most talent talented موهوب كما تلاحظ talent هنا قمنا بتحويلها إلى adjective talented player in the world she is an ambition she is an ambitious girl هي بنت طموحة she has a dream to be a psychiatrist in the future لديها حلم لكي تصبح طبيبة نفسية psychiatrist in the future this film is based on هذا الفلم معتمد على هنا imagination سنحولها إلى نعت لتصبح imaginative يعني هذا الفلم معتمد على أحداث خيالية إذن تعني أحداث وإذا عدنا إلى هذه اللائحة سنزيد imagination هنا وadjective هو imaginative chiquevara was a rebellion rebellion تعني التمرد إذن ماذا نحتاج هنا نحتاج إلى adjective لكي نقول أن chiquevara كان متمردا يعني adjective هو rebellious و militant تعني مناضل يعني chiquevara كان مناضلا متمردا he fought for the rights of the poor كان يحارب من أجل حقوق الفقارة إذن هذه هي طريقة الإجابة على مثل هذه التمرين ودائما توجد هذه التمرين في امتحانات البكالوريا وكذلك في امتحاناتي شخصيا سوف أعطيكم نموذج من امتحاناتي السابقة مثلا في هذا التمرين معدرة مثلا لاحظ هذا التمرين في هذا التمرين فهو نفس الشيء يعني مئة بالمئة نفس الشيء أعطيك كلمات بين قوسين هنا والمطلوب منك هو أن تحولها إما إلى اسم أو نعت مثلا هنا she climbs dangerous mountain she is adventure يجب أن تحول هذه الكلمة إلى نعت وتقول adventurous هذه هي الإجابة الصحيحة وفي المثال التاني I always enjoy reading this his imagination ستقول imaginative imaginative stories يعني قصص خيالية some football players are more skilled تعني مهاري تذكر أن talent adjective هو talented وgift gifted نفس الصيغة وكذلك skill مهارة skilled كلها تنتهي بيد كما تلاحظ talent talented gift gifted skill skilled بالنسبة لمثال الأخير باسو الكوميدي المغربي باسو is Moroccan humor سنقول humorous هذه الكلمات تنتمي إلى معجم الضحك والمرح humor تعني الضحك أو المرح وhumorous تعني مضحك ولكن الفكرة هي أننا نعطيك هذه الكلمات على شكل أسماء والمطلوب منك هو أن تحولها إلى نعود أو إلى عكس امتحان آخر يعني نموذج امتحان آخر في السنوات الماضية نفس الامتحان هذا نفس الامتحان معذرة امتحان آخر دعني أبحث مثلا هنا نفس التمرين ليس نفس التمرين ولكن نفس الفكرة كلمات بين قوسين والمطلوب منك هو أن تحولها إلى أسماء أو نعود مثلا علي is an هنا لدينا adventure سنقول adventurous علي is an adventurous young man full of علي هو طفل صغير مغامر full of مليء هنا energetic طاقي أو حيوي ولكن أنت تحتاج إلى تحويلها الآن إلى اسم energy مليء بالطاقة he is also vigor vigorous هو كذلك قوي vigorous because he exercises twice a day لأنه يتدرب مرة تاني في اليوم I personally think that علي is a أنا أعتقد شخصيا أن علي he is a talented talented boy يعني طفل موهوب some people say that he is rebellion rebellious متمرد but he actually is not he is just passionate passionate إذن ماذا فعلنا في هذا التمرين قمنا بتحويل هذه الكلمات إما من أسماء إلى نعوت أو من نعوت إلى أسماء كلها صراحة هذه من أسماء إلى نعوت إلا هذه الـ يعني energetic قمت هنا بكتابة النعت والمطلوب من التلميذ هو تحويلها إلى اسم وهي energy إذن هذه الفكرة التي أود أن وضحها انطلاقا من هذا النوع من التمرين إذن تمارين أظن أنك فهمت الفكرة لكي تقوم بالإجابة على هذه التمرين بطريقة صحيحة فمن الواجب أو من الضروري من اللازم أن تعرف هذه الكلمات حتى وإن كنت قادر على حفظها مثلاً ينبغي عليك أن تحفظ هذه الكلمات لأنها مهمة جداً سواء في امتحاناتي وكذلك في امتحانات الباكالوريا في آخر السنة النوع الثاني من التمرين وهو collocations وتعني الكلمات المركبة match the following words to form collocations collocation تعني الكلمات المركبة نقوم بإعطائك نصف الكلمة هنا والنصف الآخر هنا من طبيعة الحال ليست مرتبة وأنت ينبغي عليك أن تبحث عن النصف الآخر للكلمة مثلاً هل نقول talented concept أو هل نقول talented organized أو talented youth أو مثلاً talented fashion إلى غير ذلك هذه الكلمات كذلك مهمة جداً سواء في امتحاناتي وكذلك امتحانات الباكالوريا مثلاً talented نقول talented youth وتعني شباب موهوبين abstract نقول abstract concept يعني مفاهيم مجردة well organized جد منظم وold fashioned قديم العقلية مثلاً تقول my grandfather is old fashioned يعني جدي هو قديم العقلية ثم problem solving حل المشكلات أو حل المشاكل إذن هذا نوع آخر من التمارين وهو تمارين خاص بcollocations الكلمات المركبة والتمرين يأتي على هذا الشكل سوف أعطيكم مثال من امتحانات سابقة نماذج امتحانات سابقة مثلاً لاحظ هذا الجدول هنا معدرة يعني لاحظ هذا الجدول فأنا قمت بإعطاء التلميذ نصف الكلمة هنا والنصف الآخر هنا والمطلوب منه هو أن يكتب هذه الكلمات لكي يبحث عن يبحث عن النصف الآخر من الكلمة مثلاً old fashioned نقول old fashioned وتعني قديم العقلية ثم sense of نقول sense of humor حس المرح أو حس الضحك ثم well organized organized ثم talented youth يعني شباب موهوبين كذلك في النموذج الآخر هنا نفس الامتحان صراحة هنا مثلاً draw نقول draw conclusions draw conclusions وهو استخلاص النتائج old fashioned مرة أخرى sense of humor معدرة sense of humor ثم abstract concepts sorry abstract concepts يعني مفاهيم مجردة إذن هذه هي طريقة الإجابة على مثل هذه التمارين إذن هذا فيما يخص معجم مواهب الشباب أنت مطالب بمعرفة الأسماء والأدجكتيفز أو النعود ثم الكلمات المركضة الآن سنمر إلى معجم humor أو معجم الضحك والفكاهة بالنسبة لمعجم الضحك والفكاهة فليس كثيراً جداً فأنت فقط مطالب أن تعرف joke نكتة humor الفكاهة humorous الطحك to kid to joke فهي يمزح impression تقليد jokester المهرج ثم هاتين الكلمتين المهمة جداً في سنة الثانية baccalaurea silly و witty silly تعني سخيف يعني مضحك بطريقة سخيفة و witty تعني كذلك مضحك ولكن بطريقة بارعة أو intelligent أو ذكية مثلاً إن كنت تشاهد كبور واند الحبيب in morocco in moroccan sitcom حسن الفد والشخص الآخر فستقول أن الحبيب هو silly لأنه سخيف ولكن كبور he is very witty بارع ومضحك بطريقة بارعة كلمات مركبة متعلقة بمعجم الضحك والمرح نفس الطريقة نعطيك بعض الكلمات النصف الآخر هنا والنصف الثاني هنا وأنت مطالب بأن تصل بخط بين الكلمتين لكي تشكل collocation أو كلمة مركبة نقول sense of humor تعني حس الفكاهة feel exhausted الإحساس بالإرهاق silly jokes نكت سخيفة take a break أخذ قسط من الراحة burst into laughter انفجر في الضحك have humorous comedians فكاهيون مضحكون ثم have fun استمتع بوقتك مثلا إن خرج صديقك من البيت وقال لك bye bye يمكن لك أن تقول له have fun يعني استمتع بوقتك هذا نوع من أنواع تمارين الامتحانات يعني call locations كما سبق وذكرت هنا في هذا التمرين فهو خاص بcall locations كما تلاحظ كلمة call locations هنا وكذلك هنا call locations إذن بالنسبة للتمرين الثاني فهو نموذج ثاني من تمرين الامتحان وهو feeling the blanks with the correct words from the list يعني املأ الفراغات بالكلمات التي توجد في هذه اللائحة ما ديرا comedian تعني فكاهي humorous تعني مضحك kidding تعني أمزح silly take a break أخذ قصة من الراحة وهيومر تعني الضحك أو الفكاهة مثلا هنا Kevin Hart is a very talented American لدينا Kevin Hart فهذا هو الصيد Kevin Hart فهو فكاهي أمريكي مشهور جدا سنقول American comedian فهو فكاهي أمريكي إذن كلمة comedian تذهب مع Kevin Hart لأنه فكاهي أمريكي ثم after class يعني بعد الحصة student التلاميذ لكي يحسوا بالراحة أيضا أو لكي يعني يشعروا بالراحة مرة أخرى فهما they take a break يعني يأخذون قصة من الراحة take a break يعني أخذ قصة من الراحة ثم ما هي الكلمة التي تذهب مع السنس أوذ نقول هيومر لأن هذه الكلمة كلها collocation أو كلمة مركبة سنس أوذ هيومر ثم المثال الآخر I'm not serious أنا لست جدي يعني أنا فقط I'm just joking actually أنا فقط أمزح أو I'm just kidding يمكن أن نقول kidding أو joking نفس المعنى هنا your jokes نكتك are so نقول هيومر نكتك مضحكة جدا they make me burst into laughter تجعلني أنفجر في الضحك إذن لكي تتمكن من الإجابة على مثل هذه الأسئلة فأنت مطالب بمعرفة هذه الكلمات يعني أن تعرف معانيها لكي تقوم انطلاقا من سياق الجملة باختيار الكلمة الصحيحة للفراغ المناسب هذه التمارين أضعه كذلك في امتحاناتي مثلا هنا في هذا الامتحان filling the blanks with the correct words from the list below فهو نفس السؤال filling the blanks with the correct words from the list هنا مجموعة من الكلمات joking أمزح audacious يعني جري humorous يعني مضحك impression تقليد creative مبدع silly صخيف ووتي بارع innovative مبتكر talented تعني موهوب و genius تعني عبقري السؤال أو الأمتلة أو الجمل تأتي على هذا الشكل young people are never scared of anything يعني الشباب ليسوا لا يكونون خائفين من أي شيء they are never scared of anything هذه هي الكلمة المفتاح التي ستساعدك على يعني معرفة الكلمة الصحيحة لهذا الفراغ عندما نقول أنت لا تخف من أي شيء فأنت من طبيعة الحال إنسان جري يعني سنقول هنا they are very audacious they are very audacious people يعني هم ناس جري هنا جدا Mr. Bean uses some moves in his shows هنا حركات في برامجه أو في فيديوهاته أو في أفلامه he uses some silly يعني حركات سخيفة في فيديوهاته أو في أفلامه إذن Albert Einstein عندما نتحدث عن سيد Albert Einstein أو scientist Albert Einstein فهو كان عبقري سنقول he was a genius in mathematics and physics يعني كان عبقريا في الرياضيات والفيزياء he was shocked ليست he shocked he was shocked when I told him but I was not serious دائما عندما تلاحظ هذه الكلمة I was not serious يعني أنا لست جديا إذن أنا فقط أمزح سنقول I'm just joking أو kidding نفس المعنى ولكن هنا لدينا joking الكلمة التي توجد هنا هي joking لم أعطي kidding ثم هنا I like the boy who was doing Mr. Bean هنا impression يعني صراحة أعجبني ذلك الولد الذي قام بتقليد Mr. Bean impression يعني تقليد he was really funny إذن نوع من التمارين التي أضعها في امتحاناتي نموذج آخر من هذه التمارين وهو الكلمات التي ما درى دعني أقوم ب لكي تعرف ما هو التمارين الذي أتحدث عن هذا هو التمارين إذن الكلمات التي توجد في اللائحة هي sitcom يعني يعني فيلم فكاهي قصير مثل كبر أنت شعبية إن مراكو فهو السيتكوم talented موهوب innovative مبتكر obstinate عنيد silly سخيث creative مبدع impression تقليد humorous مضحك audacious jerry joking يمزح ثم genius عبقري المثال الأول يقول Thomas Edison was a American inventor and business man عندما تحدثوا عن Thomas ما درى Thomas Edison ما تدرى Thomas Edison فهو كان عبقريا يعني يمكن أن نقول هنا genius he was a genius American inventor and business man الكلمة المفتاح هنا هي السيد Thomas Edison فهو معروف جدا أنه كان عبقريا إذن قمنا باستعمال كلمة genius at the theater my friend did Mr. Bean يعني في المسرح صديقي قام Mr. Bean impression يعني قام بتقليد Mr. Bean it was really funny and everyone applauded for him يعني كان مضحكا جدا والكل صفقة من أجله applaud يعني صفقة young people don't know what fear is السباب يعني السباب لا يعرفون ما هو الخوف they are described as هم يوصفون على أنهم audacious لماذا audacious لأن audacious تعني ما دينا audacious تعني جري والجملة تقول أن السباب لا يعرفون ما هو الخوف إذن من طبع الحال فهم جري My father thinks ليست thinks بهذه الطريقة فأنا أخطأت هنا that I am an person when I don't obey his orders أبي يعتقد أنني obstinate ما دينا أبي يعتقد أنني شخص عنيد لأنني because when I don't obey his orders obey هي أطيع و his orders تعني أوامرة يعني أبي يعتقد أنني obstinate أو عنيد عندما لا أطيع أوامرة إذن هذا نوع آخر من أنواع التمارين التي تأتي في الامتحانة الوطنية وكذلك امتحانة داخل القسم من المهم جدا أن تقرأ الجملة وتحاول أن تفهمها لكي تختار الجملة أو الكلمة الصحيحة للفراغ الصحيح لماذا؟ لأن عدد الكلمات هنا أكثر من عدد الفراغ لكي أتأكد أنك فهمت أم أو لم تفهم إذن هذا فيما يخص هذا المعجم ولكن هناك الجزء الثاني من معجم المرح والضحك وهو متعلق بمعجم الشعور والإحساس لأن عندما تحدث عن الضحك والمرح والفكهة فنحن نتحدث كذلك عن الشعور والإحساس بالنسبة للشعور والإحساس هناك كلمات تصف الشعور الإيجابي positive feelings أو emotions يعني الشعور الإيجابي أو الإحساس الإيجابي وكلمات أخرى تصف الشعور السلبي أو الإحساس السلبي هذا الجدول متوفر كذلك في صفحتي على الفيسبوك يمكن لك الذهاب إلى صفحتي على الفيسبوك وكذلك موقع على الأنترنت وستجد تمارين متعلقة بالإحساس والشعور في اللغة الإنجليزية هذه الكلمات نحولها كذلك إلى adjectives لكي نصف بها شعورنا أو إحساسنا مثلا الانثوسيازم الحماس وانثوسيستيك متحمس إن كنت تريد أن تقول أنا متحمس تقول I am انثوسيستيك مثال آخر بالنسبة للحاسيس السلبية negative feelings أو negative emotions الشعور السلبي مثلا ديس بير اليأس ديس بير يأس إن كنت تريد أن تقول I am ديس بير إن كنت تريد أن تقول أنا يأس تقول I am بالنسبة للتماريل المتعلقة بالأحاسيس الإيجابية أو الأحاسيس السلبية أتذكر هذا الجدول جيدا أولا يجب أن تعرف أننا نقول I feel ثم نضيف adjective نقول I feel happy أو I am happy نفس المعنى فقط يمكنك أن تستعمل I feel أو I am كذلك يمكن أن تقول I am sad أو I feel sad بالنسبة ل نموذج ثماري الامتحال متعلق بالشعور الإحساس فربما أعطيك الكثير من أو لائحة من الكلمات وأطلب منك أن ترتبها في هذا الجدول هل هي أحاسيس إيجابية positive feelings أو هل هي أحاسيس سلبية negative feelings سأشرح هذا التمرين أو سأجيب على هذا التمرين مثلا classify the following adjectives in the chart below يعني قم بترتيب هذه بوضع هذه الكلمات في المكان المناسب في الجدول الأسفل لدينا الجملة الكلمة الأولى optimistic تعني متفائل فهي positive emotion أو positive feeling إحساس إيجابي pessimistic متشائم negative feeling إحساس سلبي frustrated محبط إحساس سلبي negative feeling cheerful سعيد إحساس إيجابي cheerful ثم disappointed خائب الأمل فهي negative feeling إحساس سلبي disappointed ثم stressed متوثر إحساس سلبي كذلك negative feeling satisfied راضي فهي إحساس إيجابي ثم delighted فرح جدا إحساس إيجابي positive feeling إذن فقط فهو بكل سهولة فقط ترتيب هذه الكلمات لائحة من الكلمات إما هل هي تنتمي إلى الأحاسيس الإيجابية أم الأحاسيس السلبية لكن هنا نوع تاني أكثر يعني ليس صعوبة ولكن المطلوب منك هو تحويل هذا الإسم إلى نعد مرة أخرى مثلا I sometimes feel happy when I get good marks in English يعني أكون سعيدا عندما أحصل على النقط جيدة في الامتحان students usually feel التلاميذ غالبا ما يكونون stressed متوترون before taking final examinations قبل الامتحانات النهائية my father is not very satisfaction satisfied وكل هذه الكلمات توجد في هذا الجدول satisfied تعني راض يعني أبي ليس راض بنقط النقط التي أحصل عليها في المدرسة ثم his mother was so worried worried أمه كانت قلقة جدا لأنه ذهب إلى الخارج بدون إخبارها without telling her أمه كانت قلقة لأنه ذهب إلى الخارج أو خرج من البيت he went out without telling her بدون إخبارها إذن بالنسبة لمعجم الشعور والإحساس فهناك تمرينين فقط تمرين ترتيب الكلمات إما هل تنتمي إلى المعجم معجم الأحاسيس الإيجابية أو تنتمي إلى معجم الأحاسيس السلبية ثم مرة أخرى تلتحويل الكلمات من اسم إلى نعت إذن هذا فيما يخص معجم إذن هذا فيما يخص المعجم كل هذه التمرين متعلقة بالمعجم إن كانت لديك أسئلة أخرى يمكن لك طرح أسئلتك أسفل هذا الفيديو وسأجيب على جميع الأسئلة الآن سنمر إلى التمرين الخاصة بقواعد اللغة أو grammar إذن الآن إلى قواعد اللغة grammar في المجزوء الأولى والمجزوء الثانية هناك درسين من ثلث قواعد اللغة وهما gerund and infinitive وsimple models and perfect models بالنسبة لgerund and infinitive فهذه الصورة تحتوي على جميع القواعد التي ينبغي عليك معرفتها لكي تجتزى الامتحان الأول بنجاح وتحصل على نقطة شيدة أولا هذه الأفعال التي توجد في هذه اللائحة كلها يتبعها الفعل زائد ing مثلا like enjoy love hate adore keep quit deny imagine suggest continue وpreposition هذه الكلمات صغيرة كذلك يتبعها الفعل زائد ing مثلا on in at by off about with وكذلك كلمة for preposition for ثم عبارات مثلا look forward to be used to can't stand can't help can't resist كل هذه الأفعال يتبعها الفعل زائد img أما بالنسبة للأفعال التي يتبعها to زائد الفعل فهي manage expect agree decide want offer learn attempt promise prepare ask forget hope pretend afford وبعض adjectives مثلا easy difficult acceptable في الحقيقة غالب adjectives يأتي بعدها الفعل to زائد الفعل ثم عبارة مثلا would like would love كلها يأتي بعدها to زائد الفعل أما بالنسبة للعبارات أو الأفعال التي يتبعها الفعل فهي models ركز على هذه الفكرة models لأن جميع models في اللغة الإنجليزية يتبعها الفعل فقط مثلا can may must would could should might كلها يتبعها الفعل فقط وكذلك أفعال مثل let recommend فهو سهل جدا لأنه هناك فقط فعلين وهذه models فهي معروفة في اللغة الإنجليزية على أنها تسمى models الآن سنمر إلى التمارين بالنسبة لتمارين الامتحال المتعلقة بهذا الدرس فهي تأتي على هذا الشكل نقوم بإعطائك فعل بين قوسين وأنت تحدد إن كان هذا الفعل سيأخذ ing في آخر الكلمة أو ستكون to قبله أو سيبقى كما هو مثلا هنا they suggest هذا الفعل يجب أن تركز على الأفعال التي تأتي وراء الفعل مثلا هنا لدينا هذا الفعل suggest ماذا يأتي بعد suggest إن عدنا إلى هذا الجدول فسنجد suggest هنا الفعل suggest يوجد هنا والفعل الذي يتبع suggest يجب أن يكون الفعل زائد ing إذن هذا الفعل هنا سوف نضع هنا ب ing سنقول moving they suggested moving to another location for business هنا كذلك المثال الثاني after a few years they will decide ما هو الفعل أو ما هي صيغة الفعل الذي يتبع decide إن عدنا إلى الجدول سنجد decide في الأفعال التي يتبع ها تو زائد الفعل لذن هذا الفعل يجب أن تسبقه تو ثم يأتي الفعل سنقول decide to expand their popularity المثال الثالث I won't let you الفعل هنا هو let ماذا يتبع let الفعل فقط لأن نلاحظ هنا أن let من الأفعال التي يتبع فقط الفعل لا يتغير الفعل لذن سنقول I won't let you make the same mistake again رابعا she is so worried about about فهي preposition كما تلاحظ هنا هي preposition إذن جميع preposition الفعل lose سنقول losing they're worried they're so worried about losing she is so worried about losing her job in that company خامس we finally manage الفعل manage ماذا يتبع إن عدنا إلى هذا الجدول فmanage والفعل الأول هنا إذن يتبع تزائد الفعل كما تلاحظ هنا إذن سنقول we finally managed to achieve our goals لذن out goals our goals in a very short term المثل السادي تذكر هذه العبارة جيدا لأنها تعطى في الامتحانات الوطنية غالبا looking forward to فهي توجد ضمن الأفعال أو العبارات التي يتبعها الفعل زائد ing لأن أغلب تلاميذ يرون هذه الكلمة to هنا ويظن أن الفعل سيبقى كما هو ولكن looking forward to يتبع ها الفعل زائد ing إذن سنقول to meeting them soon I'm looking forward to meeting them soon بالنسبة لتمارين الامتحان سأغطيكم تمارين من امتحانات سابقة يعني في السنوات السابقة هنا نوع الامتحان وإذا ذهبنا إلى grammar هذا هو التمرين الخاص ب grammar ب gerund and infinitive هذا هو الدرس إذن هنا الفعل يوجد بين قوسين والمطلوب منك هو gerund السؤال يقول put the values in brackets in the correct forms يعني ضع الفعل الذي يوجد بين قوسين في الصرف الصحيح إما في gerund أو infinitive حسب الجملة المثال الأول يقول ambitious students are so curious about هنا لدينا about فهي preposition وهنا الفعل هو find إذن سنقول about finding لأننا نعلم أن الفعل الذي يأتي بعد prepositions دائما يأخذ ing إذن ambitious students are always curious about finding answers to all their questions هنا students prefer prefer learning english هنا إن قلت learning أو كذلك to learn فهي صحيحة لأن prefer يمكن أن يتبع الفعل زائد ing أو تزائد الفعل prefer learning english أو prefer to learn english in multimedia rooms المثال الثالث we are looking forward to هذه العبارة هنا looking forward to هي العبارة التي تحددت عنها من قبل وقلت تذكرها جيدا فهي توجد هنا في هذه اللائحة look forward to ويتبع الفعل زائد ing كما تلاحظ verb plus ing جيدا الفعل هنا meet سنقول we are looking forward to meeting you next sunday المثال الأخير they decided decide هو الفعل أضع سطر تحت الفعل هنا decide وما هي صيغة الفعل التي تتبع decide نعود إلى الجدول سنجد أن decide يوجد ضمن الأفعال التي يتبعها to زائد الفعل وأنت تلاحظ هذا الفعل هنا decide فهو يوجد هنا ويتبعه to زائد الفعل كإجابة على هذه الجملة سنقول decide to go لأن الفعل هنا هو go الفعل الذي يوجد بين قوسين هو go هذا فيما يخص gerund and infinitive المثال أو النموذج الثاني من الامتحانات نفس الشيء صراحة فقط الجمل هي التي تختلف إذن هذا هو التمرين نفس سؤال put the verbs between brackets in the correct form gerund or infinitive المثال الأول I'm looking forward to looking forward to والفعل هنا هو see سنقول seeing لأن looking forward to يتبعها to زائد يتبعها الفعل زائد ing هذه العبارة looking forward to المثال الثاني after a long talk we agreed بالنسبة لفعل agree فيتبعه to زائد الفعل we agree to buy we agree to buy a new car a lot of people are worried about about فهي preposition الفعل الذي يتبع preposition يأخذ ing سنقول worried about losing لأن about هي preposition مثل on for with in فكلها تسمى prepositions والفعل الذي يأتي بعدها يأخذ ing people who work hard and strive can achieve لماذا قلنا achieve لأن can فهي model مثل must may might could إلى غير ذلك can فهي model كما تلاحظ في هذا الجدول فكان توجد دمن models فهي هنا model ويتبعها الفعل فقط بدون أي تغير إذن هذا فيما يخص أنواع تمارين الامتحان المتعلقة بجيراند وإنفينيتيف غالبا التمرين في الامتحان يأتي على هذا الشكل كما تلاحظ فهذا امتحان سابق والمطلوب من التلميذ هو وضع هذا الفعل إما في ing form أو 2 plus الفعل أو الفعل فقط بدون أي التغيرات هناك تمارين آخر هنا ستجده في صفحتي على الفيسبوك لكي تتمرن أكثر على طريقة الإجابة على مثل هذه التمرين هناك she stopped to buy لأن الفعل هو stop they suggested having لأن الفعل suggests I can't afford to buy a house till I get a job she is used to speak in public العبارة هي used to يتبع ing Ben promised his parents to study harder stop making so much noise you will wake up the baby or you will wake the baby up she denied breaking the window but I knew she was guilty my parents won't allow me to stay الفعل هو الله ويتبع 2 plus الفعل would you mind landing الفعل هنا هو mind دائما نلاحظ الفعل الذي يأتي وراء هذا الفراغ هو الذي يحدد صراحة إن كان الفعل سيأخذ ing أو لن يتغير أو سيأخذ 2 قبل I managed to find the place with the help of the map map فعل manage يتبع دائما 2 plus الفعل please remember to study الفعل هو remember يتبع 2 plus الفعل for the test on one day I don't feel like like دائما يتبع الفعل زائد ing كما تلاحظ هنا like verb plus ing هذه الصورة كما قلت مهمة جدا وإن لم تفهم gerund and infinitive بتفصيل يمكن لك العودة إلى فيديو في هذه القناة أشرح فيه gerund and infinitive بطريقة بسيطة جدا I don't feel like going لأن الله كما قلت دائما اتباعها ing I don't feel like going out she is fond of playing لأن هناك preposition of this exercise is not so easy to answer لأن easy فهي adjective جميع adjectives صراحة يجبوا أن يأتي بعدها تزائد الفعل مثل easy difficult acceptable إلى غير ذلك ثم هذه العبارة look forward to التي صراحة توجد هنا فقط نسيت كتابتها to looking forward to meeting my wife in order to clear the air والعبارة هنا هي looking forward to إذن فقط عد إلى هذا الجدول فهو يتضمن جميع الأفعال التي يجب عليك معرفة سوية الثانية باكالوريا غير ذلك يمكنك أن تعود إلى فيديو خاص في هذه القناة لكي تفهم أكثر بالنسبة للدرس الثاني إذن هذا فيما يخص models لأن هناك درسان الدرس الأول هذا فيما يخص gerund and infinitive أعتذر هناك درسان gerund and infinitive و models الدرس الثاني هو models وينقسم إلى قسمين simple models و perfect models بالنسبة بالنسبة simple models فنحن نركز على ما هي simple models كما تلاحظ هنا can could may might must must have to must cannot should or to need to need and أنك ستفهم ما أقصده بالضبط إذن هذه تسمى simple models بالنسبة perfect models فهي should have could have may have might have and must have ومعنىها كذلك regret on the past يعني الندم على شيء في الماضي احتمال في الماضي أو إمكانية في الماضي past possibility past possibility past probability احتمال في الماضي logical conclusion استنتاج منطقي في الماضي هناك أعيد درس خاص بsimple models وperfect models إن كانت لديك صعوبة عد إلى ذلك الفيديو في هذه القناة بالنسبة للتماريل المتعلقة بmodels فهي على هذا الشكل نعطيك مجموعة من الجمل ووظيفتها في اللغة والمطلوب منك هو أن تصل بخط بين هذه الجمل ووظيفتها في اللغة أولا يجب أن تعرف ماذا تعني هذه الوظائف باللغة العربية لكي تتمكن من الإجابة الصحيحة مثلا probability الاحتمال possibility الإمكانية advice النصيحة ability الاستطاعة و obligation الإجبار أو شيء ما لازم مثلا I may come to see you if I have time ربما أعطي لأراك إن كان لديك وقت فهذه possibility إمكانية I might come see you if I have time فهي probability الاحتمال لأن might تعبر عن probability وإن عدت إلى هذا الجدول هنا ستجد أن might بالفعل فهي تعبر عن probability كما تلاحظ هنا أين هي might فهي توجد هنا might probability الاحتمال ترجمة probability هي الاحتمال المثال الثالث I'm intelligent I can play chess أنا دكي أستطيع أن ألعب أشترونج فهي ability Muslims must pray five times a day المسلمون يجب أن يصلوا خمس مرات في اليوم obligation you should revise your lessons every day ينبغي عليك أن تراجع دروسك كل يوم فهي advice ونصيحة هذا الجدول معدرة هذا الجدول أعيد يتضمن كل الموضلز المهمة وكذلك معانيها باللغة العربية وحتى باللغة الإنجليزية فهو مهم جدا بالنسبة لي perfect models فهي نفس الشيء perfect models فهي تتكون من model plus have كما تلاحظ should have could have may have ولها معاني مختلفة معدرة لها كما قلت لها معاني مختلفة مثلا هنا جمال خاشقجي should not have visited the consulate in Istanbul ما هي هل هي past possibility إمكانية في الماضي regret in a past event الندم على شيء في الماضي past probability احتمال في الماضي logical conclusion in the past استنتاج منطقي في الماضي إذا قلنا جمال خاشقجي should not have ماذا تعني should not have تعني لم يكن ينبغي عليه إذن فهو ندم على فعل في الماضي ثم رونالدو could have stayed in real Madrid but he needed a lot of money رونالدو كان من المحتمل أن يبقى في ريال مادريد لكنه احتج للكثير من المال فهو احتمال كان ممكن في الماضي past probability he got the best mark in the exam he must have revised his lessons very well حصل على نقطة جيدة في الامتحان من المؤكد أنه راجع دروسه جيدا إذن هذا استنتاج منطقي في الماضي must have تعبر عن الاستنتاج منطقي في الماضي كما تلاحظ هنا must have فهي توجد هنا must have معذرة توجد هنا في الخانة الأخيرة هذه هي must have وتعني من المؤكد أنه وتعبر عن استنتاج منطقي في الماضي وإن عدنا إلى معذرة وإن عدنا إلى هذا الجدول معذرة فسنجد أن must have كما قلت هنا must have تعود على استنتاج منطقي في الماضي المثال الأخير he died in a prison مات في السيجن he may have eaten something poisonous may have تعني إمكانية في الماضي يعني past possibility تذكر جيدا أن simple models يتبعها الفعل في infinitive form يعني لا يتغير الفعل مثلا I can't speak English ولكن perfect models يتبعها الفعل في صيغة past participle مثلا you should have visited a doctor before إن كنت مرة أخرى لديك صعوبة في فهم simple models and perfect models عد إلى فيديوهات خاصة بهذه الدروس في القناة فأقدم فيها شرح مبسط جدا لكل من simple models وكذلك perfect models هذا النوع الأول من التمارين صل بخط بين الجملة ووظيفتها في اللغة أما النوع الثاني فهو إملأ الفراغات بالكلمة المناسبة أعتدر مثلا هنا must can can't may must not should ونقوم بإعطائك مثل هذه الجمل والمطلوب منك هو أن تختار الكلمة الصحيحة إلى الفراغ الصحيح هنا مرة أخرى يجب أن تعود إلى هذا الجدول لكي تفهم يعني معاني هذه المودلز حتى باللغة العربية يعني لكي تكون أفكارك واضحة حول simple models وكذلك perfect models مثلا هنا when you see the red light عندما ترى الضوء الأحمر سنقول you must stop the car ينبغي أو من الإجبار عليك أن توقف أن توقف السيارة لأنه إجباري إن رأيت الضوء الأحمر red light you must stop the car كيف عرفنا أن هذه must تاني إجباري لأنه انطلاقا من هذا الجدول ستجد أن must معذرة ستجد أن must توجد هنا وتعبر عن obligation أو الإجبار الإجبار الإجباري المثال هو Muslims must pray five times a day المسلمون يجب أن يصلوا خمس مرات في اليوم بالنسبة للمثال الثاني Muslims must not drink or eat during the day in Ramadan يعني المسلمون لا ينبغي عليهم أن يشربوا أو يأكلوا في رمضان ثم robots can dance, walk and talk الروبو يستطيعوا أن يرقص ويمشي ويتحدث but they can't cry or laugh ولكن لا يستطيعون أن يبكوا أو يقعون في الحب لأنه روبو المثال الآخر I am busy أنا مشغول if I have but if I have time لكن إن كان لدي وقت ماذرة I may come visit you ربما آتي لزيارتك I am intelligent أنا ذكي جدا I can speak five languages أستطيع أن أتحدث خمسة لغات you should work hard and revise your lessons to get your back degree ينبغي عليك أن تراجع دروسك وتعمل جيدا لكي تحصل على شهادة البكالورية you are laughing أنت تضحك you must be happy من المؤكد أنك سعيد ستقول لي لماذا هذه المصد هنا تعني من المؤكد أنه ولكن هنا تعني يجب عليه أو ينبغي عليه لأن في المثال الأول قلت ينبغي عليك أن توقف السيارة وهنا قلت من المؤكد أنك سعيد لماذا؟ لأنه must هناك لها معنى لها يعني ليس لها معنى واحد فالمعنى الأول كما تلاحظ المعنى الأول لمust هو obligation لاحظ هنا obligation الإجبار والمعنى الثاني هو استنتاج منطقي مثلا ترى شخص ما يضحك وتقول له you are smiling أنت تبتسم you must be happy ليس من الإجبار عليك أن تكون سعيد ولكن من المؤكد أنك سعيد كما تلاحظ في الشرح باللغة العربية أنت تضحك من المؤكد you must be happy من المؤكد أنك سعيد إذن تعبر عن الاستنتاج المنطقي إذن هذا هو الفرق بين must و must لها يعني معنيان بالنسبة لperfect models فهي تتقون من model plus have كما تلاحظ could have must have may have should have should not have might have ويجب عليك مرة أخرى أن تعرف معانيها فهي ليست كثيرة جدا هناك فقط خمس perfect models في سنة الثانية بكالوريا وهي كلها توجد في هذا الجدول مثلا the situation of your health is really bad now أحتاج هنا إلى كلمة bad is really bad أحتاج هنا إلى كلمة bad في هذا الفرق هنا the situation of your health is really bad now سنقول you should have visited a doctor before but you didn't كان ينبغي عليك أن تزور الطبيب ولكن لم تفعل لأن should have تعني كان ينبغي كما تلاحظ هنا you should have visited a doctor before but you didn't Adolf Hitler could have invaded Russia but the snow killed his soldiers يعني Adolf Hitler كان من الممكن أو كان من المحتمل أن يغزو روسيا لكن التلوج قتلت جنوده جمال خاشقجي should not have accepted the invitation to the consulate in Istanbul جمال خاشقجي لم يكن ينبغي عليه لأن should have تعني ينبغي عليك كان ينبغي عليك وshould not have لم يكن ينبغي عليك negative form أو أن فيه should not have accepted the invitation to the consulate in Istanbul يعني لم يكن ينبغي عليه قبول الدعوة لزيارة القنصلية السعودية في إسطنبول المثال الآخر حصلت على نقطة جيدة في امتحانتها من المؤكد أنها كانت قد استعدت كثيرا للامتحان أو استعدت شيئا للامتحان ريال مادريد ريال مادريد could have won the classic game but did not play very well يعني كان من المحتمل على ريال مادريد أن يفوز بمباراة الكلاسيكو لكن لم يلعبوا جيدا I don't know where my phone is لا أعرف أين هو هاتفي I may have left it at home this morning ربما أو من الممكن أنني تركته في المنزل هذا الصباح My friend is very late صديقي تأخر كثيرا He might have missed the 7 o'clock train من المحتمل أنه فوت قطار السابع صباحا إذن هذا فيما يخص models هناك كما قلت نوعاني من التمارين النوع الأول هو سلب خط بين الجملة وظيفتها في اللغة والنوع الثاني هو الذي تلاحظ هنا أمامك على الصورة فهو إملأ الفراغ بmodel المناسب بالنسبة لامتحانات سابقة نماذج امتحانات سابقة المتعلقة بmodels فنفس الشيء كما تلاحظ في هذا التمرين مثلا التمرين الخامس هذا هو التمرين دعني أغير هذا اللون لكي يظهر لك أكثر إذن أقوم بيطاك مجموعة من المodels هنا المodels تكونك أكثر عددا من الفراغات لكي أتأكد أنك فهمت الدرس أكثر مثلا she is crying so long هي تبكي لمدة طويلة she very sad سنقول she must be very sad يعني من المؤكد أنها حزينة I am not sure but I أنا لست متأكد but I may عندما نقول I am not sure فنحن نعبر عن الإمكانية يعني لسنا متأكدون I am not sure I may travel there next week ربما أسافر إلى هناك الأسبوع القادم المثال الآخر هنا أو المثال رقم ثلاثة أو المثال C he was very sick he كان مريضا جدا he should have visited the doctor before لاحظ جيدا هناك فكرة يجب أن تطرق إليها دائما عندما ترى الفعل في infinitive form يعني الفعل في infinitive مثلا مثل Oh my god أعتدر Alright sorry عندما ترى الفعل في infinitive فيجب عليك أن تفكر أو أن تستنتج أن الموضل الذي يأتي وراء ذلك الفعل يجب أن يكون simple model وليس model plus have كما تلاحظ be travel ولكن الفعل هنا الفعل هذا الفعل فهو في past participle يعني automatically يعني يجب أن تفهم أن هذا الموضل الذي سيأتي بعده يجب أن يكون perfect model يعني model plus have إذن هذه طريقة الإجابة على مثل هذه التمارين هنا كذلك when he finished the exam he was laughing عندما أتمم امتحانه كان يضحك سنقول he must have answered all the questions من المؤكد أنه أجاب على جميع الأسئلة هنا كذلك answered مثلا visited كلها في past participle لذلك الموضل الذي أتى قبلهم يكون perfect model وهو model plus have بالنسبة ل infinitive verbs فالموضل الذي يأتي قبلهم يكون simple model وليس perfect model إذن هذا نموذج من نماذج تمارين المتعلقة بmodels بالنسبة لامتحان الآخر فهو امتحان الاختيارات يعني ليس عمل الفراغ نسبيا ولكن هناك اختيارات فقط مثلا choose the correct model verb to complete the following sentences يعني اخطر الموضل الصحيح لكي تتميم هذه الجمال he bought a very big house and a very expensive car اشترى منزلا كبيرا وصيارا ضاهدة التمن سنقول he must دعني أغير هذا اللون سنقول he must be very rich يعني من المؤكد أنه he must be a very rich businessman من المؤكد أنه رجل أعمال غني جدا ثم لماذا ليمكن أن نضع هنا must have لأن هذا الفعل يوجد في infinitive وسبق وقلت أن الأفعال التي توجد في infinitive يأتي قبلها simple model وليس perfect model وmust have فهو perfect model كذلك may have perfect model he is a genius هو عبقري he can solve difficult mathematical equations faster than all the other students هو عبقري يستطيع أن يحل أصعب أو معادلات رياضية صعبة أسرع من كل التلاميذ إذن فهنا نعبر عني الاستطاعة أو القدرة he can solve يستطيع أن يحل after the football was over after the football game was over everyone was happy بعد انتهاء مباراة كرة القدم الكل كان سعيدا they must have من المؤكد أنهم استمتعوا بالمباراة سنقول they must have enjoyed every second of the game من المؤكد أنهم استمتعوا بكل ثانية من المباراة ولاحظ مرة أخرى أن must have أتت قبل الفعل في past participle enjoyed وليست enjoy I was waiting for you three hours كنت أن تدرك لمدة ثلاثة ساعات if you didn't plan to come إن كنت لم تخطط للقدوم يعني انتظرتك أكثر من ثلاثة ساعات إن كنت لا تخطط إلى أن تأتي إلى مقابلتي you سنقول should have called me يعني كان ينبغي عليك أن تتصل به يعني إن كنت لا تريد أن تأتي كان عليك أن تتصل به you should have called me كما تلاحظ هنا أعطيت might وshould وmust يعني هنا من طبعات الحال لا يجب عليك أن ترتكب خطأ في هذه الجملة لأن هنا يوجد لديك past participle وmodel وحيد في هذه اللائحة الذي سيأتي وراء past participle هو should have الذي يوجد هنا إذن كل هذه لا يمكن أن تأتي لأنها simple models مثلا might should وmust فهي simple models ولا يمكن بثالة أن تأتي وراء فعل في past participle إذن هذا فيما يخص أنواع التمارين المتعلقة بmodels في اللغة الإنجليزية perfect models وكذلك simple models تذكر جيدا أن simple models يأتي بعدها الفعل في infinitive I can't speak English very well can't speak الفعل في infinitive وperfect models يأتي بعدها past participle مثلا you should have visited a doctor وليست you should have visit a doctor before إذن هذا فيما يخص التمارين المتعلقة بقواعد اللغة في كل من gerund and infinitive وكذلك simple models and perfect models إذن الآن سنمر إلى language functions أي وظائف اللغة في المجزوء الأولى والمجزوء الثانية فالتلاميذ يدرسون expressing opinion agree and disagree يعني التعبير عن الرأي الاتفاق مع الرأي وعدم الاتفاق مع الرأي وكذلك درس expressing lack of understanding and asking for clarification السؤال أو التعبير عن عدم الفهم والسؤال حول التوضيح أو الطلب التوضيح asking for clarification طلب التوضيح ثم making requests يعني تقديم الطلب accepting request قبول الطلب and refusing request يعني رفض الطلب بالنسبة لمثل هذه التمارين أو هذه الدروس المتعلقة بوظائف اللغة عامة فيجب عليك أن تعرف هذه العبارات مثلا للتعبير عن الرأي أو expressing opinion نقول I think that for me it seems to me that I believe that as I see it as far as I'm concerned from my standpoint from my point of view I feel that to my mind كلها تعني more or less في نظري أو في رأي ولكن فهي طرق مختلفة لقول في نظري أو في رأي الشخصي ولكن تختلف نسبيا في المعنى فقط يعني في معنى بسيط جدا مثلا I feel that أحس أن I believe that أعتقد أن I think that أظن أن وكلها في الحقيقة للتعبير عن الرأي بالنسبة للاتفاق مع الرأي I agree with you أنا أتفق معك Yes that's true ذلك صحيح You are right أنت على حق You are definitely right أنت على حق You are absolutely right أنت على حق كذلك I share the same view أنا أشاطرك نفس الرأي I share the same idea أنا أشارك نفس الفكرة I feel the same way about it لدي نفس الإحساس حول ذلك I think so too أعتقد ذلك كذلك أيضا exactly يعني طبعا أو تماما وكلها للتعبير للاتفاق مع الرأي Agree بالنسبة للdisagreement أو عدم الاتفاق مع الرأي نقول I don't think so لا أعتقد ذلك I agree I disagree with you أنا لا أتفق معك That's not always true ذلك ليس صحيحا دائما I don't think so لا أعتقد ذلك Sorry to say this but you are wrong آسف لقول هذا لكن أنت مخطئ I'm afraid I disagree ليست I afraid I'm afraid أنا أخطأت هنا I'm afraid I disagree يعني أنا لا أتفق No way يعني لا فقط لا وإنفورمال هنا يعني لغة الشريع لا تقول له لا فقط No way to my not necessarily ليس بالضرورة I don't feel I don't see the way لا أراها بتلك الطريقة إذن هذه عبارات للتعبير عن عدم الاتفاق مع الرأي عدم الاتفاق مع الرأي أو disagree بالنسبة لتقديم الطلب Making requests Accepting requests and Refusing requests يعني تقديم الطلب قبول الطلب ورفض الطلب كل هذه العبارات فهي لتقديم الطلب مثلا Can you Could you I was wondering if you could Will you Is there any chance you could Do you mind if وكلها تعني هل بإمكانك أن مثلا Can you وCould you هل بإمكانك أن I was wondering if you could كنت فقط أتعجب إن كنت قادرا على هذه هي I was wondering if you could مثلا تريد أن تقول لصديقك كنت فقط أتسأل إن كنت ستعطيني هاتفك لأقوم بمكالمة تقول باللغة الإنجليزية I was wondering if you could give me your phone to make a phone call or to make a call Will you هل بإمكانك أن Is there a chance you could هل هناك فرصة لكي To not do you mind if هل تمانع إن بالنسبة لقبول الطلب تقول Yes, sure نعم بالطبع Okay Certainly بالتأكيد With pleasure بكل فرح No problem ليس هناك أي مشكل Yes, of course نعم بالطبع That will be fine ذلك سيكون يعني جيد أنا أقبل طلبك بالنسبة لرفض الطلب I'm afraid I can't أنا لا أستطيع ذلك I'm sorry but I can't أنا آسف لكن لا أستطيع I wish I could but تمنيت لو استطعت لكن مثلا إن قلت لصديقك Could you give me your phone هل يمكنك أن تعطيني هاتفك سيقول I wish I could but يعني تمنيت لو استطعت لكن I don't have a phone ليس لدي هاتف سيقول I wish I could but I don't have a phone I'm sorry but أنا آسف لكن I can't do that لا يمكن نفعل ذلك وهذا رد قوي strong no not at all لا من طبيعة الحال لا بتاتا فهو strong كذلك رد قوي أو رفض قوي إذن كل هذه العبارات لرفض الطلب فأي لها نفس المعنى إلا أنه نعطيك الكثير من العبارات لكي يعني تختار العبارات التي تعجبك ما ديره بالنسبة للدرس التالي هي التعبير عن عدم الفهم والسؤال حول التوضيح للتعبير عن عدم الفهم ستقول I'm sorry I don't understand أنا آسف لم أفهم I beg your pardon معذرة I'm not quite following you أنا لم أتابع معك I'm sorry but I don't understand what you mean أنا آسف لكن لم أفهم ما تقصده I'm not sure I got your point لست متأكد أني فهمت فكرتك I can't understand لا يمكنني الفهم Sorry but I did not get your point أنا آسف لكن لم أفهم فكرتك بالنسبة للتوضيح لطلب التوضيح ستقول Can you explain more please هل يمكنك أن توضح أكثر من فضلك What do you mean exactly ماذا تقصده بالضبط Would you clarify that please هل يمكنك توضيح ذلك أكثر Can you elaborate on that please هل يمكنك أن توضح ذلك أكثر Could you be more explicit هل يمكنك أن تكون أكثر وضوحا Can you repeat please هل يمكنك الإعادة من فضلك Can you give me an example please هل يمكنك أن توضيح ذلك مثلا من فضلك لتوضيح الفكرة نقول Let me explain that دعني أوضح ذلك أو in other words يعني بتعبير آخر To say differently لقول ذلك بطريقة مختلفة What I'm trying to say is يعني ما أحاول قوله هو For example مثلا Let me explain more دعني أشرح أكثر Sorry Let me explain أسف دعني أشرح لك إذن هذه العبارات مهمة جدا سواء هذه العبارات تعبير عن الرأي والاتفاق مع الرأي وعدم الاتفاق مع الرأي وكذلك عبارات تقديم طلب قبول طلب ورفض طلب بالإضافة إلى عبارات تعبير عن عدم الفهم والسؤال حول التوضيح فهي كلها مهمة في الامتحان الأول في سنة الثانية باكالوريا التمارين تأتي على هذا الشكل غالبا نماذج تمارين وظائف اللغة سواء في الامتحانات الوطنية وكذلك في امتحانات الشخصية داخلها القسم غالبا تأتي على هذا الشكل match the following sentences with their appropriate function نقوم بإعطاءك مجموعة من الجمل هنا ووظائفها هنا وأنت مطلوب بأن تصل بخط بين هذه الجمل ووظائفها في اللغة مثلا يجب أن تلاحظ العبارات وتحدد مثلا I believe that learning English has become a necessity I believe that أعتقد أن إذن هذه عبارات تعبير عن الرأي expressing opinion Could you lend me one hundred dollars I want to buy I want to get a new phone هل بإمكانك أن تقترض لي أو تعطيني مئة دولار أريد أن أشتري هاتفا جديدا هذا تقديم الطلب make request I'm not sure I got your point أنا لست متأكد أنني فهمت فكرتك فهذا expressing lack of understanding أو تعبير عن عدم الفهم I feel the same way about that idea أنا لدي نفس الإحساس حول تلك الفكرة فهذا تعبير عن الاتفاق إذن expressing agreement with pleasure here is one hundred dollars just make sure you pay me back on time يعني بكل فرح خد مئة دولار فقط تأكد أن تعيد لي نقودي في الوقت المناسب with pleasure يعني بكل فرح فهذا قبول الطلب إذن accepting request ثم could you elaborate on that please هل يمكنك أن توضح ذلك أكثر فهذا asking for clarification يعني السؤال أو طلب التوضيح I don't think so to be honest أنا لا أعتقد ذلك بكل صراحة إذن هذا عدم الاتفاق مع الرأي إذن expressing disagreement عدم الاتفاق مع الرأي disagreement ثم I'm afraid I can't do that right now يعني أنا أعداد لكن ليمكنني فعل ذلك الآن وهذا refusing request يعني رفض الطلب ثم هنا in other words if you learn in English you will be able to find a nice job يعني بتعبير آخر إذا تعلمت اللغة الإنجليزية فستكون قادرا على الحصول على عمل جيد إذن هنا clarifying your idea توضيح الفكرة لأن هنا لدينا in other words وتعني بتعبير آخر إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التمارين في الإبتحانات الوطنية وكذلك إبتحانات القسم وهي متعلقة بlanguage functions أو وظائف اللغة النوع الثاني من الإبتحانات هو أتميم هذا الحوار complete the following dialogue as suggested نقوم بإعطائك الديالوج ولكن نترك هذا الفراغ وهنا نطلب أو نكتب ما هو المطلوب منك مثلا doctor according to the final check-up حسب آخر الفحوصات we found out that you have pneumonia اكتشفنا أن لديك هذا المرض اسمه pneumonia والفكرة هي أنك أنت لم تفهم ماذا يقصده الدكتور بـ pneumonia وهنا طلبنا منك أن express lack of understanding أن تعبر عن عدم الفهم and ask for clarification وأطلب من الدكتور التوضيح ستقول مثلا I don't understand can you explain more please يعني أنا لم أفهم وهذا هو lack of understanding أو عدم الفهم can you explain more please هل يمكنك أن توضح أكتر هذا هو asking for clarification يعني طلب التوضيح الحوار الثاني هو reporter do you think that private schools are better than public schools يعني الريبورتر هو الصحفي الذي يقوم بربورتاجات قال لك هل تعتقد أن المدارس الخاصة أفضل من المدارس الهمومية وهنا طلبنا منك أن تعبر عن رأي express your opinion ماذا ستحتاج إلى عبارات تعبير عن الرأي مثلا I think that or for me or I believe that or in my opinion وتتميم public schools are better than private schools أو تقول العكس مثلا تقول private schools are better than public schools فذلك يبقى رأيك الشخصي لا أحد لن يناقشك فيه أي شخص نحن فقط نتم بما إن كنت قادر على أن تعبر عن رأيك باستعمال هذه العبارات باللغة الإنجليزية ما بالنسبة للرأي فهو لا يهم في الامتحان هناك كذلك مثل هذه التمارين مثلا هنا you want your friend to lend you some money because you want to buy a new computer يعني أنت تريد من صديقك أن يقرضك بعض المال لأنك تريد أن تشتري حاسوبا جديدا هنا أنت وبين قوسين هنا توجد make request يعني قدم له طلب ماذا ستقول ستقول مثلا could you please lend me some money I want to buy a new phone الفكرة أو الشيء المهم هنا هو أنك استعملت هذه العبارة عبارة could you please يعني هل بإمكانك أن وصديقك طلبنا منك هنا accept request يعني يجب أن يقبل الطلب تقول مثلا with pleasure أو فقط ok أو yes فذلك يسمى قبول الطلب بالنسبة ل إذن هذه هي نماذج تمارين الامتحانة الوطنية وكذلك امتحانة داخل القسم المتعلقة بوظائف اللغة بالنسبة لامتحانة السابقة فنفس الطريقة هنا مثلا complete the following dialogue أتمم هذا الحوار إبراهيم is really a bad friend يعني إبراهيم هو في الحقيقة صديق سيء وطلبت هنا express lack of understanding and ask for clarification ماذا ستقول ستقول مثلا I don't understand أنا لم أفهم ماذا تقصيد I don't understand تضع نقطة وتطلب التوضيح تتقول can you explain explain oh my gosh explain please هل يمكنك أن توضيح ذلك لأنه قال إبراهيم is really a bad friend يعني إبراهيم صراحة صديق سيء وأنت لا تفهم ما يقصده إذن قلت له I don't understand أنا لم أفهم can you explain please هل يمكنك أن توضيح أكتر الحوار الثاني what do you think of the couple sitcom ما هو رأيك حول يعني السلسلة المغربية the couple الكوبل وهنا المطلوب منك هو التعبير عن الرأي express your opinion إذن يجب أن تستعمل أحد عبارات التعبير عن الرأي مثلا I believe that أو I think that أو in my opinion أو for me وتتميم الجملة مثلا the couple sitcom is the best funny show in Morocco يعني أحسن is the best funny is the best sitcom in Morocco أحسن سلسلة مثلا sitcom في المغرب ولكن المهم هو أنك استعملت I believe that وهنا agree يعني يجب أن تتفق مع هذا الرأي ستكتب مثلا I agree with you simply I agree with you بكل بسطة I agree with you هناك من طبيعة الحال عديد من التعبير الأخرى التي يمكنك أن تستعملها عوض I agree with you هناك لائحة في تلك الجداول يمكن لك العودة إليها ولكن أبسطهم هي I agree with you أنا أتفق معك الحوار الثالث A man is listening to loud music next to you and you are revising your lessons يعني شخص ما يستمع إلى موسيقى صاخبة يعني بجانبك وأنت تريد أن تراجع دروسك يعني ستطلب منه أن يعني يخفض صوت الموسيقى Make a request يمكن أن تقول Can you please هل بإمكانك هذا هو التعبير الذي يهمنا نحن هو Can you please مثلا Can you please stop the music هل يمكنك من فضلك أن توقف الموسيقى وهنا Accept request يعني قبول الطلب يمكن أن تقول مثلا With pleasure يعني بكل فرح With pleasure أو فقط Okay ليست please With pleasure أو فقط Okay إذن هذا نوع من أنواع التمارين المتعلقة ب Language functions في امتحانات البكالورية وامتحانات القسم كذلك النموذج الثاني من الامتحاء من التمارين هو على هذا الشكل Communication وهنا سل بخط مثلا I share your point of view أنا أشاركك نفس الرأي فهي expressing agreement agreeing يعني F يعني واحد سنكتب هنا F دعني أغير هذا اللون لكي يظهر أكتر إذن هنا F I believe that education is important أعتقد أن التعليم مهم جدا فهذا expressing opinion الذي يوجد هنا في C I'm not quite following you أنا لم أتابع معك فهو lack of understanding وهو في A كما تلاحظ هنا سنكتب A Could you be more explicit please asking for clarification لأن Could you be more explicit please يعني هل يمكنك أن توضح أكتر وهي D كما تلاحظ asking for clarification Do you mind if I use your computer هل تماني يعني استعملت حاسوبك فهو تقديم الطلب making request وتوجد في B هنا ثم أخيرا sure with pleasure فهو قبول الطلب أو accepting a request التي توجد هنا في E إذن هذا فيما يخص language functions أو وظائف اللغة الآن سنمر إلى reading comprehension يعني النص وأسئلة الفهم من طبيعة الحال لن يعني لن أقدم لك هنا جميع أسئلة النص لأن الأسئلة تختلف فهناك أسئلة true or false صحيح أم خطأ وتعليل الجواب حتى وإن أعطيتك نوع من نوع من أنواع تلك التمارين فلن تستفيد منها أكتر لأن تصوص تختلف وبهذا تختلف الإجابات كذلك ولكن هناك بعض التمارين التي تبقى يعني تعاد في كل امتحان يعني دائما توجد تلك التمارين وهناك استراتيجيات بسيطة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتلك التمارين لنأخذ هذا النص كمثال دائما السؤال يأتي على هذا الشكل read the text and answer the questions below يعني اقرأ النص وأجيب عن الأسئلة التي توجد أسفلها هذا النص يعني فقط نص ليس طويل جدا ولكن انطلاقا من هذا النص سوف أتطرق إلى بعض الاستراتيجيات المهمة جدا لكي تجيب على أسئلة لفهم سواء في امتحاناتي أو كذلك امتحانات الوطنية مثلا النص يقول Mr. Frank is a university teacher and a head of Freedom Association in Morocco he studied English language at the University of Arts and Human Sciences in Rabat after he graduated he worked there for three years later on he met with two other university teachers Josh and Anna together they established the Freedom Association in Rabat the major goal of this association is fighting illiteracy among children especially in rural areas the association helps children in a number of ways it provides young learners with school materials such as books school bags pens and school uniform besides it collects donations from volunteers in order to buy winter clothes for kids in addition it organizes some classroom activities to motivate learners to complete their education by sensitizing them about bad consequences of being illiterate سأ أسئل أسئلة تأتي على هذا الشكل مثلا what do the underlined words in the text referred to على ماذا تعود أنا لن أشرح لك النص لكي أعطيك استراتيجيات سأنطلق من فكرة أنك لم تفهم النص جيدا والسؤال يقول what do the underlined words in the text refer to على ماذا تعود هذه الكلمات التي توجد في النص فهي توجد هنا باللون الأحمر كما تلاحظ يجب عليك أن تعلم مثلا هنا هي أن هذه الكلمة هي فهي تعود على شيء سبق وذكر في الجمل الأولى إذن لا تبحث على ما تعود عليه الكلمة في الجمل التي توجد بعدها يجب أن تبحث في الجمل التي توجد قبل وهي ماذا تعني هو إذن نحن نبحث عن اسم شخص شخص يعني اسم شخص يعني هي من بين إنسان وإن عدنا إلى هذه الجمل التي توجد قبل هذه الكلمة فهناك إنسان واحد صراحة هو مستر فرانك يعني حتى وإن لم فقط افهم ماذا تعني وفي سنة الثانية بكالورية يجب أن تعرف هذه الضمائر هي شي إت وي ذي إلى غير ذلك إذن هنا مستر فرانك من طبيعة الحال مستر فرانك وذير ماذا تعني ذير تعني هناك نقول هير مثلا هير تعني هنا وذير تعني هناك إذن فنحن نبحث عن المكان عندما نقول ذير نبحث عن المكان وسوف نبحث في الجمل التي أتت قبل إن عدنا إلى هذه الجمل كلها هناك مكان واحد وهو الرباط إذن هذا هو المكان الرباط هناك كذلك جامعة الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط يعني هذا مكان أيضا إذن هنا ذير تعود على رباط أو ينذورسيتي إما على المدينة مدينة رباط أو الجامعة لأن الجملة تقول يعني قرأ درس اللغة الإنجليزية في جامعات الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط بعد أن تخرج عمل هناك يعني في الرباط أو في جامعة الآداب والعلوم الإنسانية إذن ذير تعود على المكان إذن سنبحث على كلمات تدل على المكان لأنه صراحة عندما نصحح امتحانات البكالورية في بعض الأحيان أرى أن هذه الكلمات سهلة جدا والكثير من التلاميذ يخطئون في الإجابة على هذه يعني على مثل هذه التمارين وفي الامتحان الوطني في بعض الأحيان تكون هناك أربع نقاط على مثل هذه التمارين أو ثلاثة نقاط على الأقل المثال الآخر ذي ماذا تعني ذي تعني هم وتوجد هنا ذي تعني هم إذن سنبحث على الجمع يعني أشخاص جمع أشخاص يعني الجمع لأن ذي تعود على الجمع ومن طبع الحال سوف نعود يعني سنبحث عن هذا الجمع أو هذه هم لأن ذي تعني هم في الجمع التي أتت قبل هذا الضمير هم إذن من هم هؤلاء الأشخاص لدينا الجمع تبدأ هنا بعد ذلك التقى بإثنان من الأساتذة الجامعة جوش وانا يعني التقى بجوش وانا جميعا جميعا أسسوا جمعية الحرية في الرباط إذن ذي أو هم تعود على دكتور أو الأستاذ فرانك وجوش وانا لأن قلنا جمعية الحرية في الرباط إذن نبحث على الجمع جوش فرانك جوش وانا فهو جمع لأنهم ثلاثة أشخاص ثم هنا it في هذه الجملة it أولا عندما نقول it عندما نقول it ف it تعني هو أو هي لكن للجماد أو للحيوان إذن من طبيعة الحال هنا سنبحث لن نبحث على إنسان سنبحث على جماد وهل هو مفرد أم جمع من طبيعة it فهو جمع لو كان مفرد نقول they it تعني مفرد هو أو هي إذن سنبحث في الجمل مرة أخرى التي أتت قبل هذا الضمير المؤسسة أو الجمعية تساعد الأطفال في يعني تساعد الأطفال in number of ways بطرق مختلفة it provides young learners with school materials such as books school bags and pens يعني توفر التلاميذ توفر للتلاميذ يعني الأدوات المدرسية مثل الكتب والمحفظات وكذلك الأقلام والوزرات المدرسية besides it collects donations تجمع مساهمات إذن it هنا تعود على الجمعية it collects donations لأنه في الحقيقة إن عدنا إلى هذه الجمل ف سنجد أن هذه الكلمة هي الوحيدة جدا الأقرب إلى وبدأنا بها لا نريد فقط أن نقوم بإعادة كتابة the association the association the association لذلك قمنا بتعويضها ب it إذن the association or freedom association ثم them them تعني لهم إذن سنبحث عن الجمع هنا them وسنبحث في الجمع التي أتت قبل هذا الضمير الجمع تبدأ هنا في هذه الجملة هناك جمع واحد يعني كلمة جمع واحدة في هذه الجملة وهي learners المتعلمين إذن منطقيا هذه هي الكلمة لأن them تعني الجمع تعني هم تعيد على learners أو المتعلمين يعني وهم تعيد على الإنسان learners المتعلمين by sensitizing them يعني تحسيسهم about the consequences the bad consequences حول مخاطر الأمية illiterate تعني أمي النوع الثاني من التمارين هو finding the text words which mean the same as يعني أوجد داخل النص الكلمات التي تعني مثل أو القريبة من هذه المعاني كيف نجيب على هذه الأسئلة مرة أخرى لدينا objective في الفقرة الأولى يعني أجد كلمة لها نفس المعنى مثل objective في الفقرة الأولى أولا objective هل هي اسم أم نعت أم ماذا فهي اسم إذن سنبحث عن اسم وهل هي جمع أم مفرد فهي مفرد سنبحث عن اسم مفرد إذن هذه الأسئلة التي يجب عليك أن تطرحها قبل أن تبحث على هذه الكلمات لأنها إن كان هذا اسم فيجب عليك أن تبحث عن اسم إن كان جمع يجب عليك أن تبحث عن الجمع إذن هنا صراحة إن بحثنا في هذه الفقرة فسنجد أن goal هي الكلمة الوحيدة التي هي اسم ومفرد مثلا نقول Combating هل هو فعل نعم هو فعل بماذا ينتهي ينتهي ب ING إذن يجب علينا أن نبحث في الفقرة الأولى عن فعل ينتهي ب ING هذه طريقة الإجابة وهناك فعل وحيد جدا فهو Fighting يعني محاربة إذن هنا Fighting لاحظ أن هذا الفعل ينتهي ب ING وهذا كذلك ينتهي ب ING هذه طريقة الإجابة على مثل هذه الأسئلة حتى في الامتحانات الوطنية إن أعطوك فعل ينتهي ب ING إبحث عن فعل ينتهي ب ING إن أعطوك فعل ينتهي ب ED مثلا في زمن simple past فيجب عليك أن تبحث عن فعل ينتهي ب ED أو في زمن simple past في الفقرة التي يحددونها بين قوسين هنا ثم إذن سنبحث في هذه الفقرة سنجد أن especially هي particularly especially ثم contributions ليس contributions but offers فهو فعل وهو له S هنا third person في الفقرة الثانية هل هي help ليست help ليست لها علاقة ب help لأن help تعني مساعدة و offer تعني شيء آخر إذن it provides فهي provides provide تعني يوفر كما تلاحظ provides offers ثم contributions في الفقرة الثانية سنبحث عن كلمة جمع لأن هذه الكلمة جمع كما تلاحظ contributions في الفقرة الأولى في الفقرة الثانية contributions هي donations يعني المساهمات ستقول لي لماذا لم نقول bags فكلمة bags مثلا فهي معروفة المحفظة المدرسية معروفة لا يمكن أن تكون مرادفا ل contributions أو مثلا books فكلمة book فهي معروفة جدا يعني يجب عليك أن تستعمل قليل من الذكاء في بعض الأحيان إذن contributions فهي donations وتعني المساهمات هناك بعض الأمثلة الأخرى الأتمار الأخرى مثلا answer the following questions from the text السؤال يعني حتى وإن لم تفهم النص يجب أن تفهم هذه الكلمة هو فهي تعني من وإن عدنا إلى هذا النص هناك فقط ثلاثة أشخاص جوش أنا وميستر فرانك يعني حتى ولو لم تفهم السؤال ستكتب جوش وميستر فرانك جوش وميستر فرانك وسيكون جوابك صحيحا لأن هو تعني من إذن إن كان السؤال من فأنت بحثت من طبيعة الحال عن الأشخاص إن كتبت فقط أسماء الأشخاص في الامتحال الوطني بدون كتابة هذا تخرب فجوابك سيكون صحيحا أنا فقط قلت يعني أتممت الجملة ميستر فرانك جوش وميستر فرانك تأني أسس أو نقول فاوند فاوند فهي مرادفا مرادف لإستابليش نفس الكلمة فاوند تأني أسس إستابليش تأني أسس ثم هنا المثال الثاني where where is freedom association located where تأني أين أين هي جمعية الحرية أين هي هناك فقط مكان واحد في النص وهو الرباط يعني إن كتبت هنا فقط راباط فجوابك سيكون صحيحا يعني it is located in راباط مراكا لأن where تعني أين ثم what is the objective of freedom association هنا سنعود إلى هذه الجملة oh my gosh أعتبر سنعود إلى هذه الجملة the major goal of this association is fighting illiteracy تذكر أن fighting illiteracy باللغة الإنجليزية تعني محاربة الأمية among children especially in rural areas وrural areas تعني المجال القراوي من أهم أهداف هذه الجمعية هي محاربة الأمية بين يعني في يعني أمية الأطفال خاصة في المجال القراوي إذن what تعني ماذا نبحث عن الهدف وهو fighting illiteracy إن كتبت فقط fight illiteracy فجوابك سيكون صحيحا هنا قلت the objective of freedom association is fighting illiteracy يعني هدف هذه الجمعية جمعية الحرية هو fighting illiteracy الذي يعني محاربة الأمية what تعني ماذا ثم why تعني لماذا مثلا why does freedom collect donations لماذا هذه جمعية freedom الحرية تجمع المساهمات هنا لدينا هذه الكلمة مفتاح يعني donations حتى وإن لم تفهم فقط قم بنقل في الامتحى الوطني قم بنقل هذه الجملة التي تحتوي على هذه الكلمة المفتاح donations وجوابك سيكون صحيحا ولكن لماذا تجمع المساهمات لدينا هنا in order to تعني لأجل أن buy winter clothes for kids لأجل أن تشتري ملابس الشتاء للأطفال إذن سنقول collect donations in order to buy clothes for kids أو winter clothes for kids إن كتبت فقط buy winter clothes for kids جوابك سيكون صحيحا مئة بالمئة إذن هذه طريقة الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي تأتي في الامتحانات الوطنية يعني هناك بعض الاستراتيجيات البسيطة أتمنى أنك استفدت من هذه الطريقة نسبيا إن كانت لديك أسئلة يمكنك طرف سؤالك أسفل الفيديو وسوف أجيبك على السؤال الآن بالنسبة لامتحاني الامتحان القادم فيما يخص الرايتين فيما يخص الإنشاء سوف أعطيكم اختيارات يعني يمكنك أن تختار أحد هذه المواضيع يعني لن تحصل على كل هذه المواضيع هناك من طبع الحال مواضيع أخرى ولكن فهي تتكون من فقرة قصيرة فقط الإختيار الأول قد يكون مثلا describe the best your best friend in class or a famous person you really like يعني قم بوصف شخص صديقك العزيز أو صديقك الأفضل صديقك في القسم أو شخص ما يعجبك كثيرا المثال الثاني أو الاختيار الثاني write a small paragraph about a funny incident in your life وكتب فقرة قصيرة حول حدث مضحك funny incident يعني حدث مضحك in your life في حياتك الاختيار الثالث option 3 write well organized paragraph about one of the following topics يعني اكتب فقرة متسقة ومنسجمة حول أحد المواضيع التالية مثلا humor is very important at work and at school for many reasons الضحك والفكاهة مهم جدا في العمل وكذلك المدرسة لعدة أسباب ثانيا childhood is the best period of our lives الطفولة هي أفضل مرحلة في حياتنا ثالثا youth is the right phase of life to achieve your dreams يعني مرحلة السباب هي أفضل مرحلة في الحياة لكي تحقيق أحلامك رابعا تعلم اللغة الإنجليزية أصبح من الضرورة لعدة أسباب ثم life in the city is much better than life in the countryside يعني الحياة في المدينة أجمل أو أفضل من الحياة في القارية وتتميم it's high time we stop regarding women as second class citizens حان الوقت لكي نقف لكي نتوقف عن اعتبار المرأة كدرجة تانية في المجتمع no one would prefer to live up to a hundred years لا أحد يمكن أن يفضل أن يعيش أكثر من مئة سنة nowadays people are interested only in money in هنا أنا سيت in in money يعني في عصرنا هذا الناس يهتمون بالمال فقط تمام المرأة 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 يعني الشباب المغاربة ليس ومتفائلين بمستقبل بلدهم إذن هذه هي المواضيع التي قد تأتي في الامتحان الأول في سنة الثانية باكالوريا يعني امتحان القادم سوف أراكم بعد يوم أو يومين على يعني أقصى تقدير وستستازون هذا الامتحان إذن كل هذا فقط لكي أعطيكم وكذلك أعطي المتابعين في هذه القناة فكرة عن طريقة الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالامتحان الوطني في reading comprehension أسئلة النص أسئلة قواعد اللغة grammar وكذلك أسئلة vocabulary يعني المعجم إلى غير ذلك إذن هذا كل شيء إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بمسيد من دول استعلم اللغة الإنجليزية وكذلك طرق الإجابة على الامتحانات المتعلقة باللغة الإنجليزية يمكن لكم كذلك التواصل معي لطرح أسئلتكم عبر الروابط الموجودة على الشاشة غير ذلك أنا معكم سيمو من قناة إنجليش with سيمو thank you for watching have a great day be kind to one another take care and goodbye